نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مع دكتور أحمد نمرة الباحث في الأثار القبطية وكنا بنتكلم عن رحلة العائلة المقدسة دكتور صباح الخير على حضراتك مرة تانية صباح الخير يا فندم عليك وعايزين ندي للناس لمحة كده عن رحلة مصار العائلة المقدسة في مصر جم مصر إمتى مكثوا في مصر قد إيه إيه الأماكن كمان اللي زاروها في مصر في البداية طبعا إحنا بنمثل علينا رحلة العائلة المقدسة طبعا جزء مهم جدا من طراص المصر إحنا بنتكلم عن العائلة المقدسة من هي العائلة المقدسة ده سؤال مهم جدا العائلة المقدسة يقصد بها سيد المسيح عليه السلام وستين العضرة ويوسف النجار البداية بدأت طبعا نقضى النظر بميلاد سيد المسيح عليه السلام وهو طبعا إحنا اللي بنحتفل به دلوقتي هو الميلاد سيد المسيح والعائلة المقدسة وزارتها في مصر هي اللي بتربط الميلاد بمصر طبعا وتتفرد بمصر عن سائر بلدان العالم كلها العائلة المقدسة طبعا الحدث الكبير والأهم ميلاد السيد المسيح كان عنده كم سنة لما يجون مصر حوالي تقريبا نقوم ثلاث سنين وستة أشهر يعني ما يقرب إلى أربع سنوات طبعا مكس فيها السيد المسيح ويزار فيها مواقع كتير جدا نقوم 25 موقع نقوم نقوم يصل أعدادهم إلى أكثر من كده طبعا كتير جدا لكن إحنا بعد الدراسات التي تم تحقيقها سواء كانت عن الدراسات الدينية أو العقائدية أو التاريخية أو روايات الشفاهية التي نقول عليها تباصل الغير المادي قدرنا نحدد 25 محطة طلاقة كل المصادر الدينية فيها طبعا الحدث بدأ إزاي بدأ أنه طبعا كان فيه مجموعة من نقدر نقول المجوث كانوا عبارة عن نقدر نقول المنجمين أوليهم دراية بعلم الفلك كان ينتظرون النجم في السماء لزهون نبيه بالفعل هذا النجم ظهر بالفعل بدأوا يبحثوا عنه إلى أن وجدوه في فلسطين بالفعل وقدموا لي الهدايا وأمنوا به أثناء رحلتهم إلى السيد المسيح تم الكشف عن هويتهم أنهما يبحثوا عن طبعا النبي المولود هذا أدى ل استضافتهم عند الملك هروتس في الوقت هذا الذي طلب منهم أن يدلهم عن السيد المسيح للإيمان به لكنه طبعا كان على عكس تماما كان يطلب بروح الطفل كان طبعا شهد لهذا الرجل بأنه دموي يعني يعشق الدماء حتى أنه قتل كثير جدا من أهل من يتولوا كان من المفروض أن يتولوا الحكم في الوقت هذا طبعا أثناء الميوس ما كانوا موجودين كان نزل أمر سماوي بأن السيد المسيح عليه السلام لازم يترك هذا البلد ويذهب إلى مصر في رحلة نقدر نقول تحرك فيها من رفح إلى أسيوط في أقصى الصعيد مر فيها سيد المسيح عليه السلام وسيد العزرة في أكثر من ثمان محافظات في أكثر من خمسة وعشرين محطة نقدر نقول شمال سينة في رفح وطل الفرمة نتكلم هناك نقول الدلتا في الشرقية وثمان نود الغربية نقدر نقول واد النطرون في البحيرة نقدر نقول شجرة ماري وابي سيرجا في مصر الأديمة وكمان كنيسة العذراء بالمعادي نقدر نقول في المينيا جبل الطير وكمان في أسيوط المحرق نقدر نقول أن المحطات دي هي شاهد كبير جدا عن العائلة المقدسة وقت أدئي كان يعني المحطات دي كل أخذت وقت أدئي نحن قلنا أكثر من يعني كرابة الأربع سنين هي حوالي بالضبط زي محددة المخطوطة المحددة المكث فيها سيد المسيح هي ثلاث سنوات وستة أشهر بالتحديد مكث فيها سيد المسيح في المدر كان عمر السيد المسيح في الوقت دا مكث لمدة ثلاثة أشهر وطبعا عمره كان لسه مولود وفيش كان منضحني يعني حدود أيام مش كتير يعني وفي نفس الوقت كان نقدر نقول يعني في الرحلة دي كانت رحلة مهمة مكث في كل المحطات اللي احنا تكلمنا عنها في بعض المحطات كان يقضي أيام وبعضها طبعا كان أشهر وأكثر مدة كان قضاها في ستة أشهر كان في المحرق أسيوط طيب إيه هي الشواهد اللي احنا شفناها وعلى أساسها اخترنا أن هذه الأماكن مرت منها العائلة المقدسة وإزاي كمان قدرنا نثبتها في التراث الغير مادي لليونسكو في 2018 تمام احنا عندنا العائلة المقدسة ثلاث دوائر بنتصنفها كمؤرخين وكأسيريين ثلاث دوائر الدائرة الأولى بتقول التراث الشافحي المرتبط برحة العائلة المقدسة وهو كل ما تورسوا الأجيال من قصص وحكايات مرتبطة بالعائلة المقدسة بدءا من الرحلة حتى القرن الرابع منذ القرن الرابع إلى القرن السنة عشر أو الاثناشر بدأنا نشهد عمران أثري قائم عن هذه الروايات بدأ نجد بعض الكنائس والأديرة تبنى عن هذه التبركات أو الزيارات المرتبطة بالمكان زي مثلا بنقول أديرة واد النطرون لما زرها العائلة المقدسة لم يكن الأديرة قائمة بل قائمة أديرة بعد زيارة العائلة المقدسة وبنيت تبركة بزيارة العائلة المقدسة كمان عندنا الدائرة الثالثة هي التراث الشعبي اللي هي الموالد والاحتفالات المرتبطة بالرحة العائلة المقدسة نحن عندنا دائرتين مهمين جدا الأثار المرتبطة بالعائلة المقدسة واللي بتربق أشاهد ودليل نقدر نقول قاطع على زيارة العائلة المقدسة هي عبارة عن كل الأبار كل المغارات اللي استخبت فيها العائلة أو ما كسبت فيها العائلة مقدسة زي مغارة أبي شرجل الموجودة في مصر الأديمة زي مغارة جبل الطير الموجودة زي هيكل الدير المحرق الموجود زي شجرة مريم في المطارية زي كتير جدا من الأبار زي بقر التل بسطة اللي موجود في الزأزيق كمان عندنا نقدر نقول دفنير وعندنا كتب وسيل انقصار وسير كتير جدا للقدسين بتدلل وبتأكد على هذه الزيارة اللي طبعا زي ما قلنا تباركت بها مصر كتير جدا في مواقع كتير احنا يمكن اهتمنا بالمصارب بشكل مختلف شوية في مصر نقدر نقول من فترة من 2016 حتى نقدر نقول تم الإعلان عن ضم الاحتفالات المرتبطة باللحة العائلة مقدسة على قائمة العالمي للينسكو التراث غير المادي استنادا طبعا إلى كل هذه الأدلة والشواهد طبعا احنا كان عندنا شك مهم جدا عندنا قبل ما نبدأ بمشروع القوم ده المشروع بتاع العائلة حياء مصاري العائلة مقدسة ده مشروع قوم كبير جدا تبدأ رئيس الجمهورية طبعا فخمت رئيس عفتاح السيزي وطبعا الدولة المصرية كانت تتمت به اهتمام غير عادي كان الاهتمام بيه بدأ من 2016 اهتمام مهم جدا كان يلازم هذا الاهتمام كان دور مهم جدا هو التوسيق والتسجيل ونقدر نقول نسميه يعني حفاظ على الهوية المصرية في الجزء الخاص بالعائلة المقدسة الموجودة فيه احنا وأثناء بنسجل وبنوسك اكتشفنا ان موجود من العادات والاحتفالات المرتبطة بمصر ومرتبطة برحة العائلة المقدسة الاحتفالات دي لا تخص المسيحين فقط لا تخص الشعب المصري بكله يعني احنا بنشوف فيها احتفالات فيها المسلمين وفيها كمان الاخوة المسيحيين وكمان بنشوف فيها كمان وافدين كتير جدا من اسيوبيا وغيرها من افريقيا بيحتفلوا بهذه الاحتفالات أثناء العمل للتوسيق ده دينا نوصق أكتر من نقدر نقول 25 موقع فيه احتفالات كبيرة جدا دينا نعمل ملف كبير جدا بالضوابط الخاصة بالينسكو اللي قدرت مصر مؤخراً 2022 أن تحصد فيه موقع أو نقدر نقول عنصر ثقافي تضيف لقوائم التراث العالمية لنا اللي من سابت بالنسبة لنا يعني دائماً بقرر هذا اللفظ هو كأس العالم للتراث اللي تقدر فيه الدول بتتسابق عشان تقدر تحط أو تضيف عنصر ثقافي جديد على قوائم التراث العالمي احنا بالعمل ده بنسوأ ونحافظ على تراثنا ونخليه حلق موجودة خليني أكلم محرك عن التسويق كمان ويمكن احنا حل هنقدر في وقت قريب نقدر نشوف انه بيتم رحلات حج لهذا المصار قريباً يعني أولاً رحلات موجودة الميزة في مصار العائلة مقدسة ان الرحلات والزيارات اللي خاصة بالتبارك أو روحانيات أو الحج له موجودة عندنا يعني نقدر نقول من فترات قديمة كتير جداً موجودة ومستمرة احنا عندنا جبل الطير في درونكا وعندنا آسف جبل الطير في المينيا وعندنا درونكا عندنا المحارة عندنا في الاحتفالات الخاصة بالعضرة اللي موجودة في الأوقات مختلفة طوال العام بيزور الموقع أكتر من 3 مليون زائر احنا بمتكلم عن رقم مهول جداً يعني رقم لو نتخيل انه الشبر الموجود في المواقع ده بيتم حاجزه قبلها بأشهر كتير جداً عشان أقدر يعني أشاهد أو أزور الموقع في الوقت ده اللي هو مولد العضرة الموجود اللي بيستمر لمدة قرابة الشهر في المحطات دي كده أنا بقضي على موسمية السياحة كده أنا بدل ما تكون عندي مواسم للسياحة سبتة بزبط طبعاً مستمرة وطبعاً وموجودة دايماً آه طيب ده عظيم جداً احتفالات المصريين برحلة العائلة المقدسة حتيك شايفة ازاي؟ آه طبعاً أنا يعني كان ليش شرف كبير جداً أن أنا شاركت الفريق العمل في التجوال في الاحتفالات دي وشاركت فيها يعني بأنواحها مختلفة في المودر كتير جداً شاركت في سامنود الغربية شاركت في مسترد شاركت كمان في جبل الطير شاركت في درونكا شاركت في المحرق لا الأجواء مختلفة جداً بنشوف فيها مولد مصري أصيل جداً فيه كتير جداً من العادات الخاصة بالمصريين اللي مستمرة من المصر الأديم حتى الآن من مأكلات من تبادل هدايا من كمان نزور من تقديم تباركات بالزيارة بنشوف فيها كمان الروح الجميلة جداً أنا شفت فيها الزائر والبائع المسلم داخل الموالد دي هي ما هي إلا يعني نقدر نقول عكس كبير جداً أو حاجة نقدر بتعكس الهوية المصرية بتقول النسيج العمراني أو نسيج المجتمعي اللي داخل الأرض المصرية عظيم طيب ده وعايزين نتكلم كنت لسه بقول للمرسلين أنه إحنا ممكن ما فيش حد ما فيش مصري لو هنتكلم على جيلنا يعني أتليست المزارش مجمع الأديان وده بسبب طبعاً الرحلات المدرسية اللي كانت المدارس بتعملها وبتقيمها النهاردة إزاي نقدر نرفع الوعي المصري للثقافات القبطية النهاردة نقول للناس إحنا عندنا الكنيسة المعلقة إحنا عندنا مصارع عائلة مقدسة سانت كاترين يلا نروح ونزور الحاجات ذي كله فتبقى فعلاً مدارس كانت بتعمل رحلات لده نهاردة إزاي نرفع الوعي مرة تانية للتراث القبطي طبعاً سؤال حاطيك مهم جداً يمكن شوية حاسينا بالفرق ده أو الجاف ده مبعد عشرين عشرة يعني كان بالنسبة لنا كان مهم جداً الوعي ورفع الوعي الأسري المهم بالمجتمع المصري سواء كان على التراث القبطي أو التراث المصري عامتاً احنا شفنا الأحداث اللي مرت بها مصر بعد الثورة احنا شفنا الشارع الممازل حصل له ايه شفنا مواقع كتير جداً يعني ضمرت أو طالها يعني ضمار بخصوص غياب الوعي طبعاً التراث القبطي فعلاً كان فيه مشكلة كبيرة جداً إنه غياب الوعي عنه كان ده يعني ليه مرضوض قوي يعني أوضاع نقدر نقول قوي فيه إضعاف الهوية المصرية فترة من فترات لا احنا النهاردة بتوجهات مهمة جداً احنا عندنا مبادرة القومية استراتيجية القومية لرفع الوعي الأسري بتادينا نخش فيه أعماق كتير جداً من اللي نقدر نقول من التنمية والوعي الأسري احنا لما اشتغلنا على مصار العائلة مقدسة بتادينا نشتغل مع المواطن تحت يعني لما بنوسق أو بنسجل المصار كان لازم يعني نحنا نسجل مع الناس في الدروب في اليوت داخل الأماكن فكان دايماً كانت فرحة الناس كتير جداً بالحاجة دي كويس جداً كمان ربط المنتج السياحي الجديد بالأهل الموجود هو اللي هيقدم الخدمة للسائح فالنهاردة لازم أنا يعني كان ده اللي زمان علينا نحنا نبتدي نرفع الدايرة عليه كويس جداً نقدر نقوله يعني ايه عائلة مقدسة يعني ايه المكان يعني ايه طبعاً أهميته للتراص المصري يمكن الحاملات الكبيرة جداً اللي بدأت معنا من الدروب والأهالي في المجتمع المهد بالمحطات العائلة المقدسة بعد كده الشريحة التانية كان التعليم العالي والتعليم المتوسط والفوق الأساسي أو الأساسي الموجود عندنا ابتدينا بنجوات كبيرة جداً موسعة ونقدر نقول دلوقتي احنا في إطار عمل منصة كاملة للاهتمام بالتراص الإبطي وخاصة مصار العائلة المقدسة عظيم جداً الموضوع اللي يقتصر في هذا المشروع تحديداً على السياحة الدينية أو روحية فقط بل يمتد لسياحة الثقافية وسياحة الريفية والجميع في الموضوع كمان أن مصر بتقدم نفسها باهتمامها بهذا المشروع بمصار العائلة المقدسة للعالم كله بأنها أرض احتضنت كل الثقافات وكل الحضرات وكل الأديان بنسكر حضرات شكراً جزيلاً شرفتنا ونورتنا دكتور أحمد النمر البحث في الآثار القبطية ألف شكراً لك فان